مريم بوحمدي نائبة رئيسة نقابة سيادلة التتون ان شاء الله غدا يوم الخميس هو إدرب وطني اللي عندنا سعليه النقابية المركزية وطبعا احنا خدينا التدابير اللازمة باش المواطن يعني ما يبقاش بلادواء طبعا رصلنا جميع جهات المسؤولة لأسس انه غيكونوا حل إدرب باش ياخدوا الحسياتات ديالهم كذلك احنا المواطن في خلال هاد عشرة أيام يعني خبرنا المواطنين بأنهم يقسنوا الدواء من قبل خلصا الأمراض الموزمينة يحسن شي واحد الدواء خلصا بالحال بالنسبة للردع كما أنه تم خبار مثلا في مدينة تتون خبرنا من دوب الصحة بمستشفى المدني كذلك نقابة المستقلة الأطباء في القطع الخاص ونتمنى أن الناس ياخدوا الأدوية ديالهم على قبل باش ما يوقعش شي واحد يوقف على الدواء ولكن مع ذلك خلينا التدابير مستعجلة في أننا نحن ديمن مع المواطن في حالة ما إذا كان شي حالة مستعجلة عنا أرقم الهواتف واللي خلينا عن السلطة باش يتصلوا بنا إذا كان شي حالة مستعجلة للأسف هذا الإدراب جاء بعد ما كانت باب الحيوان مغلوقة مع وزارة الصحة واللي القطع خلته كيتخبط سنوات ومشاكل كاتتركم سنة بعد سنة يعني من وزير كان دوزو الوزير اللي كيدوز كيخلي الملف المطلبي لأن نحن عنا ملف مطلبي كان طالبو لتحسين وضعية صيدلي خصوصا أننا عنات التلف صيدلي على أبو بالإفلس وهذه حقيقة ترفو بها حتى الجهات المسؤولة كان باب الحيوان المغلوق اللي خلى أنه كانت هناك لجان في 2019 لم يتم تفعيل يلا كنا كان طلبوا بجهوية المجالس والتسريع بها لأنها تحلوا عديد من المشاكل كذلك طلبنا باستبدال الدواء اللي غيحلوا واحد المشاكل بالنسبة للمواطن خاصة وللصيدلي والسردق لأتيمان لأن هناك أدوية باهضة تمن حقيقة ويدي الأمراض المستعصية سواء تصفي الكلاوية أو الأمراض السرطانية كان طلبوا بتخفيض تام المواطن وما زاد الطين بلا بحال اللي كان قوله أن تم تهميش دور الصيدلي كيف يعقل أنها تم إنشاء وكالة وطنية للأدوية والاستلزامة الطبية ويتم التهميش صيدلي مع العلم أن الصيدلي عنده دراسة 6 سنوات فقط هو الوحيد لعب دعوة علاقة مباشرة وخبير في الدواء وتمت كذلك إنشاء الهيئات الصحية ولم يتم يعني لم يتم نهائيا استشارة صيدلي ولا دخله في هذه المنظومة الصحية مع العلم أن المنظمة الصحة العالمية اهتمت بقطاع صيدلة ووسعة المهام دي الصيدلي والدور اللي كيلعبوه كفضاء صحي وكأول خطوة كيمشي للمواطن للأسف هو تم تمرير واحد واحد 8-57% كانت مغالطة مجلس أعلى الحسابات وإحنا نؤكد بأن هذه كانت مغالطة ولم يتم التفسير لأن هذا كتمن دي المصنع فكيدوز على المصنع وموزعت كيوصل الصيدلي اللي كتمقاله 33% ولو أن من بعد يعني اللي الشارج اللي عليه ومن بعد ما كيأدي اللي كواجيبت سواء من الضرائب من الخدم اللي خدم مع الضوال ما كتبقاله 8% وهذا طبعا يعني خلوا هذه المغالطة اللي خلت أنها يجيط الرأي العام وإحنا كزيدو نوضحه حداري باشن إنسان ما يطحش في هذه المغالطة يعني يقدر يكون تصعيدي نحنا نتمنى أنهم يستجبوننا للمطالب دينا حيث لما كان شيئا قد ينجزوا الخطوة الثانية اللي قد يكون إضربات مستقبلا طبعا نحنا لسالتنا الوزير الصحة أنه يفتح باب الحوار ويعرف بأن الصيدة اللي عنده واحدة تدور فعال في المنظومة الصحية والصياد لحثهما مواطنين وأبناء الوطن فلا يعقل أننا نتعامل مع أبناء الوطن بهذا التهميش بهذا الظلم لأن الوزير الصحرة عرف بأن كان معاناة في قطع الصيدة لو عرف بأن تلتلاف صيدة اللي فعلا على أبواب الإفلس وما كان حتى شيء تدبير لكي نقدروا نغيطوا هذا القطع مع العلم إحنا كنا مرارا وتكرارا يعني مغير ملف مطلبين يرهم كانوا على علم بكل مشاكل اللي كانت خبط فيها القطع ولكن كان هناك واحد التهميش تام وللأسف هذا اللي وصلتنا لهذه النقطة هذه الإضرب لله يوصل للصوت ترجمة نانسي قنقر